السلام عليكم وأهلاً فيكم جميعاً مبارح كان الاستعراض الشامل أو الكامل للعبة Call of Duty Black Ops 4 وشاركونا مطورين اللعبة بعض المعلومات خلال الحدث اللي صار فأنا حبيت لخصلكم المعلومات هاي كلها بشكل بسيط ومرتب إن شاء الله من بداية الإعلان وأول ما طلعوا على المسرح أو على الستيج أول شغلي قالوه أنه ترى الجزء هذا ما فيه قفز مزدوج أو ماشي على الجدران القفز المزدوج اللي هو الطيران يعني والمشي على الجدران اللي هو أول ما بدأ أساساً بدأ بCall of Duty Black Ops 3 وبمعنى آخر يعني اللعبة صارت كلها مشي على الأرض أو مثل ما سموه المطورين Boots on the ground ومن أكتر الأشياء اللي كان الناس ينتقدوه بBlack Ops 3 هي شغلة الطيران وشغلة المشي على الحيطان الآن كلها التغت بهذا الجزء القادم من الأشياء اللي اعلنوا أيضاً هو إنه فينك تعمل أشياء أخرى أثناء حملك للسلاح شلون يعني؟ يعني شفت أول لما كان إذا بدك ترمي قمبلي أو إذا بدك تفعل السكور ستريك مثلاً لما بدك تعمل شيء وحدي من هدول السلاح بينشال مؤقتاً من إيدك لبين ما تعملن لا بالجزء الجديد الآن صار السلاح دائماً بإيدك وفينك تعمل أشياء تانية أثناء حملك للسلاح مثل إنك ترمي القمبلي مثلاً وإنتي لسه سلاح بإيدك وهاي الشغلة برضو إضافية حلوية لأنه أول كانت تتشكل يعني شوية مشكلة إنه مثلاً ممكن واحد يجيك وإنتي عم ترمي قمبلي ويقتلك وإنتي ما في معك سلاح مثلاً لحتى تدافع عن نفسك وبعدين هيك بلا شيء يحكوا بشكل مطول عن مسئلة الأسلحة وتحسينهم إلها والأكوبمنت وهالشغلات هاي وإنه نظام الأسلحة الموجود ببلاك أوبس فور هو أفضل نظام أسلحة بسلسلة بلاك أوبس كل ياته الهيلث أو الهيل أو الصحة ما صارت ترجع لحالة بشكل تلقائي مثل كل ألعاب كود أو أجزاء كود الماضي إذا حد يدمجك أو أوس عليك فرح ترجع شوي شوي الهيل لحاله لا الآن صار الوضع مختلف صار الهيلث ما يرجع لحاله لابد أنت تضرب نفسك أبري بحيث ترجع الصحة لحالك أو إذا كان فيه بفريق كن واحد مختص بالهيلث أو بإنه يهيل اللاعبين برضو فينه هو كمان يعطيك الهيلث لكن كم عدد الهيلث اللي معك أو كم عدد الأبر اللي معك هذا الشيء الآن ما عرفته أنا أو ما حد يعرفه إني استكمالا لكلامنا عن الأونلاين برضو صاروا يستعرضوا الشخصيات الجديدة وقدراتهم الخاصة ومن الأشياء اللي لحظتها أنه الشخصيات هاي إلهم قصة يعني ما هيك بس شخصيات وخلص والقصة المعينة هاي فينك تعيشها من خلال بعض المراحل اللي بتلعبون أوفلاين وبعدين بعد الإعلان هذا ما حكوا شيء عن طور القصة فما بعرف هل هذا معناه أنه في طور قصة ولا هي بس مجرد مراحل معينة بتلعبها مشان تعرف قصة الشخصيات هدول مننتظر ومنشوف شو لسه فيه أخبار جديدة عن اللعب طور الأونلاين مالتي بلاير نقصوا لعبينه أول كان ستة ضد ستة ستة لعبين ضد ستة لعبين الآن صاروا خمسة ضد خمسة ممكن تكون شيء أحسن إذا كانت المابات أصغر عودة ليغ بلاي واللي هو هذا نظام بطولات كان موجود ببلاك أوبس 2 أتوقع لكنه لغوه بالبلاك أوبس 3 الآن بالجزء القادم بلاك أوبس 4 رح يكون متوفر أو رح يرجع مرتاني بالنسبة لطور الزومبي فهن يستعرضوا نوع جديد من الأعداء واللي هو أول مرة تقريبا بكل أطوار الزومبي بيستعرضوا نوع جديد من الأعداء بهذا الجزء وأيضا استعرضوا الأبطال الأربعة اللي رح يكون فينك تلعب فيه وبهذا الجزء بالزومبي صار فيه إضافة كتير حلوة واللي هو إنه صار فيه بوتس أو اللي هنه ذكاء صناعي بيلعب معك وبساعدك لمثلا لو ما كان عندك ناس يلعبوا معك وما عندك أصدقاء مثلا يساعدوك بالزومبي أو إذا حسيت الطور صعب عليك يعني ففينك تجيب ناس يلعبوا معك اللي هنه طبعا الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي بيلعب معك وبساعدك بالزومبي استعرضوا ثلاث خرايط للزومبي وكلها رح تكون متوفرة بيوم الإطلاق يعني ما في شي رح ينزل وراء بعضه كل ثلاث خرايط رح تتوفر بيوم الإطلاق وحدة منهم بسفينة التايتانيك ورح تكون خاصة بالطلب المسبق وأيضا عودة خريطة Mob of the Dead باسم Blood of the Dead هاي خريطة مشهورة يعني وبيحبوها جماعة Black Ops بالنسبة للكمبيوتر أو الPC فاللعبي رح تشتغل على محرك Battle.net الخاص بشركة Blizzard وهيك رح يكون جزء Call of Duty Black Ops 4 هو أول جزء من Call of Duty بيشتغل على محرك Battle.net ممكن البعض يسأل يقول شلون لعبي من Activision تشتغل على محرك Blizzard في معلومة سريعة ممكن كتير منكم ما بيعرفها أنه Blizzard أساسا تابعة لـ Activision فعاد يعني هني لعبتهم بيحطوه وين ما بدهم وعاد هلأ إجا الإعلان الأكبر والأضخم والأهم بوجهة نظري أنا واللي هو طور الباتل رويال اللي موجود باللعبي أو اللي يسموه Black Out إعلانهم عن الطور هذا كان عجيب يا جماعة كان مليء بالثقة بتحسهم جايين وعم يقولوا لك نحنا بدنا ناكل الأخضر واليابس بألعاب الباتل رويال أسلوبهم بالكلام عن الطور هذا كان كأنه عم يقولوا أي لعبة باتل رويال موجودة هلأ رح تنمسح لما بتنزل Call of Duty Black Ops 4 يعني الأسلوب اللي يحمسونا فيه لطور الباتل رويال كان أسلوب جدا ذكي وخلوا كتير ناس يتحمسوا لهذا الطور وأنا واحد منهم لأنه فكروا فيها شوية جماعة إعلانهم عن طور الباتل رويال مع الثقة العملاقة اللي كانت فيهم بالإضافة إلى أنه استوديو التطوير لغى طور القصة وركزوا بالكامل على طور الباتل رويال فشو معناها؟ معناها أكيد رح يكون عندنا طور باتل رويال محترم وفورتنايت وبوب جي لازم يجهزوا حالهم يعني لـ 12 أكتوبر بهذا العام أي وصح اللعبة رح تنزل إن شاء الله بتاريخ 12 أكتوبر في هذا العام والآن صارت متوفرة للطلب المسبق من مزايا الطلب المسبق أنه أنت رح تقدر تاخد بيتها البيتة رح تكون برايفت أو خاصة بس للناس اللي طلبوا اللعبة طلب مسبق فإذا حابب تجرب اللعبة أو تجرب البيتة لابد إنك تطلبها طلب مسبق ما بعر شو فأت إنك تجرب اللعبة بالبيتة وأنتي طالبة يعني أنا ما طلبتها مسبقا إلا لإني واثق إنه حلوي فليش لحتى تعطوني بيتة خلص أنا ما بدي بيتة شي عجيب منطق غريب شوي عموما يا جماعة هاي كل المعلومات المهمة عن لعبة Call of Duty Black Ops 4 القادم إن شاء الله في شهر أكتوبر متل ما حكيت قبل شوي صراحة هذا الجزء أنا كتير متحمس له متل أي جزء آخر من Call of Duty صراحة عن رغم إنه فيه شوية شبه من Black Ops 3 لكن ما في مشكلة طالما اللعبة حلوة وممتعة يعني فليش لا ومن أكتر الأشياء فعلاً اللي أنا متحمس له بشكل كبير هو طور الباتل رويال أو اللي هو طور البلاك آوت متل ما سموه متحمس جداً لشوف شو رح يقدمونا بهذا الطور وبالنهاية إذا عجبكم هذا المقطع لا تنسوا اللايك والنشر والاشتراك إذا ما كنتم مشتركين بالقناة يعطيكم ألف عافية على المتابعة سلام عليكم